مهند أو حموشي خلي نقول حموشي تحكيننا عن هذا نقصان الوزن اللي صار عندك فجأة يعني هو دايت لو قسمتها الصراحة الصراحة ولا أكيد لا أنا هو سوي دايت كل شو هو سوي دايت يعني حتى متابعين ملوا مني بس يعني أنزل يعني أنزل الوزن اللي ريده ووراه ما قدر أسيطر على الوضع لأن أمانة أنا أحب الأكل الأكل ممتع يعني الحمد لله وشكر وراها اتخذت قرار أنه لازم بعد أغير يعني من وضعي فاتجهت غصيت معده طبعا أنا يعني كلش أخاف من هاي التفاصيل أو مو أخوف بس يعني فوقي عدي من القلق من الطب و هاي التفاصيل الباقية يعني تخيل أنه أنا أبرا ما أضرب طبيب أسنان ما رايح ما رأي فيعني وصلت مرحلة قلت لازم أغير يعني حتى هاي السنة ما عدي هواية عمان نزلت بيها وما شاركت يعني شاركت ببرنامجين و بس أريد أغير السنة تجي أنزلها بغير شيء وهذا السؤال اللي أنا ردت أطرحه عليك أنه بعد نقصان الوزن وبعد ما أصبحت بهذه الهيئة وبهذا الوزن الجديد ضيع عليك فرص لو جاب لك فرص جديدة لا بالعكس فتح لي هواية أفق يعني الكاركتر الجديد أفضل من القديم من ناحية الفرص الفنية يعني أنا أمانة أنا كلش أحب كاركتر حموشي وحتى الشباب اللي أنا ويعني يعني فاضل وقاوس والشباب الباقين بس يعني كافي نغير ويبقى حموشي يعني أوعدكم راح يبقى حموشي أكيد بس إحنا ندخل بغير منطقة حتى نشوف أنه الموثل لازم يعني مو أنه بس خلاص حموشي راح ينزل أنه مفوض أو شرطي أو كده لازم ننزل بغير أدوار أنا نزلت بغير أدوار ونزلت مسأسلات نزلت ببنج عام بس هم شخصية الضابط نزلت بسكتشات يعني مش شخصية الضابط بس ما أشوف بيها نفسي أغلب الأدوار اللي اتخذتها شفناك أنه تطلع يا أما منتسب بوحدة من المؤسسات العمنية يا أما تطلع أسكري ودائما تطلع ويعوث فاضل تحياتنا هاي صح تحياتنا لأوس فاضل شون السبب ليش هذا الربط بينكم دائما يعني أنا وآوس يعني أكو كيمة كلش يعني حتى بوصلنا مرحلة بدون منقلة بس أقرأ المشهد وننزل آن ويا يعني يعني نؤدي المشهد بصورة صح ونرتجل وكلش مسترخي من أنزل وياوس يعني أحس نفسي بأمان جدا فدائما أدوارو يا أوس فاضل بس أنا هم نزلت يعني نزلت بغير أشياء تراجدية نزلت هي ونزلت هم بالكوميديا يعني نزلت ويا أثير ويا غسان ويا أمور نزلت زين ما دام أكثر من مرة قلت نزلت نزلت فاش قد نزلت من الوزن نزلت يعني كان وزني مية وستين مية وستين مية وستين أريدي شوي أطيكم طاقة حتى يعني لازم ما حد يكون عدة إصرار يكون عدة عزيمة كان وزني مية وستين قبل لا أسوي العملية سويت دايت والتزمت نزلت خمسة كيلو ووراها صار وزني مية وخمسة وخمسين زين ووراها لأن سويت العملية لأن أنا أنزل خمسة أصعد عشرة قلت له ما أنا نسوي بالفايز فسويت العملية ونجحت العملية الحمد لله وأكيد ما أنسى الفضل الأول والأخير الدكتور حيدر زبويدي صديقة وأخويا لأن كلش أطياني طاقة كلش أطياني حافز إنه أسوي العملية لأن أنا كل يعني مستحيل يعني أصف المرات أكون معقولة إنه أنا رحت وسويت عملية دخلت صالة عمليات ومعدة يعني مو شي سهل أبدا بس هو كان يعني مطينا حافز ويعني حشينا بها تفاصيل بحيث إحنا قاعدين سوى قل لي هسه لأباتر قلت له لأباتر زين هسل قصار وزنك صار وزني هسه 100 يعني 60 كيلو فرق فرق 60 كيلو ما شاء الله تنزل بعد له كافي صال لي يعني صال لي ستة شهر تقريباً خمسة شهر ونص وباقي النزول إن شاء الله صحة وعافية زين اشتركوا في القناة